في مؤتمر خميس الجاي خميس جمعة وسبس السؤال اللي احنا مهريين كل ناس هنا مهرية بهذا سؤال هينفع يا حتى تعملوه في المكان هينفع باسم يسوع السبت اللي فات نفع الدنيا كانت هاتية خالص فالسبت نفع ولو في حاجة بتعلقش حجلنا خبر قبليها وحن مش هيبقى في جمعة لكن أو يعني لو في حاجة لكن باسم يسوع ما فيش حاجة وزي السبت اللي فات عملنا مش كده جوابت على السؤال اللي جوابت على السؤال ازيكم الرب صالح لما ترفع عينيك لما ترفع عينينا فكيين حكينا من كذا اسبوع للحتة دي لما إليا قال لي إليشع لو رفعت عينيك ورأيتني بقى صعد للسماء ممكن ينسكب عليك ضعفين لما قالوا صعبت السؤال فكيينما الملايكة قالوا للتلاميذ اللي انتوا شايفينه صعد ده هتشوفوا جاي بحسب عينيك ما بتبص بتستقبل اللي انت بواصص عليه لما إليشع بص الإلية الصعد والسماء المفتوحة ومركبات النار اللي جات تحمله انسكب عليه بحسب ما هو شايف اللي انت بتبص عليه بيطبع بيبهت بينسكب عليك الملايكة قالوا اللي انتوا عينكم شخصة إلى السماء اللي انتوا شايفينه صعد ده بحسب اللي انتوا شايفينه هتستقبله فاللي انتوا شايفينه ده هتستقبلوه يعنينا متجهة لإيه بيخلينا نستقبل اللي يعنينا بصاره شايفان اول ما بنبصل تحت الرجلينا تحت رجلينا ظروفنا نفسينا او ناس حوالينا بنستقبل على قد الناس وعلى قد ظروف لكن انا بنبصل الصعد الجالس عن يمين العظمة بنستقبل على حسب الجالس عن يمين العظمة بحسب عينينا بنستقبل رب ما بيتغيرش عمركم ما خدتوا بالكم انه تقلب الظروف تعدل هو ما بي الرب في العولة أقدر تهيج البحار وتجيج بتموها ورب في جالس على كرسي تنقلب الأعمدة والرب في القدس موجود في حاجة في حضوره في حاجة في مجده في حاجة في نعمته في حاجة في أسلحته لا تتغير رب مقونات الملكوت بتاعته وعهده وكلمته على حياتك لسه يعقوب لسه خارج من بيت أبوه هربان من بيت أبوه بالبركة وكلمة رب لي سمى مفتوحة ملايكة صعدة ونزلة ومش حسيبك لغاية لما تمم كل الكلام اللي كلمت بي حلو التعبير ده مش حسيبك لغاية لما تمم كل الكلام هو اللي قال كده لن أتركك لن أتركك هي مش حسيبك أوكي لن أتركك حتى أتمم كل ما كلمتك بي ببساطة بقوله مش حسيبك لغاية لما تمم كل وعد لأنه أنا عهدي معاك سماء مفتوحة ملايكة صعدة ونزلة فبعد أحيان بنتصور أنه لما تأتي ظروف مثلا أو تأتي حروب أو تأتي ضيقات أو تأتي ضغطات لازم نفكر في حاجة تاني أو نعمل حاجة تاني غير غير السماء مفتوحة جاهزت فوقي جميع طياراتك ولجابك قلت قد طردت من أمام عينيك مش شايفك مش شايف باخد خلوتي مش شايفك بصلي مش شايفك وبتجوز فوق نفسيتي طيارات ولجك مخاوف أفكار مخاوف شكاية هجوم تنوية هجوم مشاكل متنوعة يحب يرميها في بعض أحيان فقلت قد طردت من أمام عينيك ولكني أعود أنظر إلى هيكل قدسك ويحكي بقى نزلت إلى أسافل الجبال عدد ستة مغليق الأرض علي إلى الأبد عشان كده ناس كثيرة بتؤمن أن يونان مات يعني مات يعني في ناس بتؤمن ما تزنقش في حتة دي أوكي مغليق الأرض علي إلى الأبد ثم أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي تأتي الآية اللي بحبها جدا الذين يرعون أبطيل كاذبة يتركون إيه لا آية تانية آية قليلة قوي إن النعمة تذكر في الكتاب المؤدس كملكية شخصية بوليس قال أنتم شركاء نعمتي إحنا شركاء نعمة ربنا بوليس هو اللي قالها مش أنا هو اللي قالها مش أنا شركاء نعمتي والآية والآية دي آية تانية مش غريبة بس بس جميلة وليل وجودها في كتاب المؤدس الذين يرعون أبطيل كاذبة يتركون النعمة الملكية الشخصية بتاعتهم هي مش بتاعتهم طبعا النعمة كل نعمة هي عطية مجانية لمن لا يستحق كل نعمة هي عنين مرفوعة وقلب مرفوعة وزيت منسكب من قوة من معونة من حضور من تشجيع من رفعة من لمسة من صلاح الرب من جود الرب بتنسكب على من لا يستحق في أوحش حالاته وهنا يونان في أوحش حالاته أو في آه في أعمق الأرض السفلة من مغاليق الأرض وأغلقت علي إلى الأبد أسافة للجبال بس بس الآية بتقول واليونان اللي بيقولها إنه في دي بتاعتي الذين يرعون أبطيرة كاذبة يتركون إيه نعمتهم أما أنا فبسوط الحمد أذبح لك أقوفي بما نذرته للرب خلاص لما يونان عمل كده لما دخل نفسه وقف نفسه قدام هذا الأجواء من النعمة وقف نفسه قدام هذه الأجواء من النعمة اللي هي هو مدرك النهل له له هي مش بتاعته أو يعني أنا بقول مش بتاعته علشان ما تتخطش بس هي لو جاز التعبير بتاعته بس هي بتاعته لأنها من قلب أبوه العبد يخاف مرفوعة القصة كلها مرة تاني في عينيك وفي عينيك بصين إزاي على نفسينا وبصين إزاي على الرب القصة كلها مربوطة بكده حتى في أجواء حتى في الأجواء بالعكس هي في الأجواء الصعبة مهمة جداً زي ما في الأجواء اللذيذة هي في يوم اليوم اللي مفوش اجتماع وانت في وسط شغلك هي في اليوم اللي انت محتاج نعمة عشان تشتغل ونعمة عشان تفكر ونعمة عشان تعمل أي حاجة زي بالزبط وانت في وسط الاجتماع هي قصة تواجدك في بنوتك قدام القاب واستقبالك هذا الأجواء من المقدرة النعمة مقدرة النعمة تسكب على حضرتك مقدرة فمتقولش أنا مش قادر تكفيني نعمتك لأن في حاجة بتنسكب على حياتي فقدرتي حتى لو زيره نعمتك مئة في المئة لما تزداد الخطيئة بيحصل إيه للنعمة غريبة جداً مش قوانين طبيعية أن تزداد النعمة جداً وده مش مجال للخطيئة لأن ده ما تقول نعمة معناها أنك بتقف قدام القاب وترفع عنيك لفوق وهي دي التوبة وبالتالي لما تزداد الخطيئة وتقف في المكان بتاعك بتزداد النعمة جداً 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 فوق أياً كان الانحضار الهزيمة الظروف الأحداث وسمحني مفيش حتة ومفيش لحظة أنت فيها مش محتاج هذه المقدرة أو النعمة أو المعونة أو الأجواء لأن في أجواء النعمة أجواء المعجزة في أجواء النعمة أجواء السلطان لأن كل سلطان كل معجزة كل صلوات مقتدرة تعمل فرق لازم يكون مسنودة بنعمة من فوق لو فيه صلاة مش مسنودة بنعمة بتبقى هرتلة سوري في التعبير لكن أي صلاة مسنودة بنعمة بترشأ في قلب الآب لأنها خرجة من قلب الآب لأن النعمة بتأخذ صلوة ضعيفة بولس الرسول اللي نعلم أنه صلي كما ينبغي الروح يقوم بيشفع فينا بيأخذ صلوات ضعيفة ويقوم بالنعمة نقلها لصلوات مؤثرة ترشأ في قلب الآب في المقابل أي أجواء مفقاش نعمة الصلاة تبقى بأمانة هرتلة بتبقى كلام بيقع في الأرض بينزل من بقنا على رجلين تحت لأن النعمة هي الجو اللي بيطلق المعجزة اللي بيطلق السلطان اللي بيطلق الاستجابة اللي بيطلق المواريس على حياتنا اللي بيحولنا من قصر إلى وارسين إلى كاملين إلى ملوك وكهنا فأجواء النعمة هي الأجواء اللي اللي الابن بيعيش فيها أجواء الأجرة هي العبد اللي بيعيش فيها أجواء المجهود أنا بحاول أنا بحاول دي أجواء العبد الأجير أجواء الابن هي أجواء النعمة ملكية الآب ملكي فنعمتي لو جاز التعبير أنتم شركاء نعمتي قال بولس الرسول الذين يرعون أباطيل كاذبة فبعض الأباطيل الكاذبة دي بقى أنك تبقى مهتمة باللي بيحصل بزيادة مهتمة باللي بيحصل حوالينا هيعملوا إيه ده جزء من الأباطيل الكاذبة يعني ليه ليه هي كده لأنها بتاكل من دماغك بتاكل من نفسيتك بتاكل من فرحك بتاكل من إدراكك أنت مين بتستنزف لأنها بتأرقض أنا مش لايك بتأرقض من الصلابة الموجودة جواك اللي رب بناها لفترات طويلة بالنعمة أول ما ترجع للنعمة بيوم ما رجعك واقفتاني زي ما رجع يونان أمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر وقذفه قدام نيناء ورجعه لدعوته المباشرة أمر الرب الحوت فتخفى أول ما رجع لنعمته قال أنا أوفي أنا أوفي بما ندرته أنا بصوت الحمد أذبح لك فأمر الرب الحوت فقذف يونان قذف يونان فوقوفك في النعمة هو بيطلق كل حاجة في حياتك ويرد كل حاجة بتاكل في الصلابة بتاكل في الأولوية فاكرين حضور الرب مجد الرب هو دا ما بيتغيرش الموضوع وإن كان فيه بيطلق سلطان جديد وزقاق جديد وزيد جديد ولغة جديدة نهاردة أو مش نهاردة يعني المؤتمر كله عن الحتة دي عن الوقت اللي مثل هذا أنت وأنا موجودين فيه المؤتمر كله عنوانه الوقت مثل هذا ومش بس أننا حكي عن قصة السير لأنا أخذ هذه الآية بس حكي عن الوقت مثل هذا ربنا بيعمل الشفت ازاي في وسط أولاده من أجل سلطان مختلف ملكوت مختلف وتأثير مختلف فالقصة كلها في أجواء النعمة وأجواء المجد دي ما بتتغيرش بس في أجواء النعمة وأجواء المجد رب يعرف يعمل الزقاط الجديد والزيت الجديد والسلطان الجديد رب عمر ما بيخرجك بره أجواء النعمة ويقولك لا 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 ده مش زمن نعمة دلوقتي ده زمن حاجة تاني فأنا أخرجك من أجواء النعمة عشان أعمل حاجة تانية ربنا ما بيعملش حاجة إلا في أجواء النعمة أنا كده خلاص الخدمة بجد أنا كده خلاص الجملة دي خلاصة الخدمة ربنا ما بيعملش حاجة إلا في أجواء النعمة رب عمرهم بيأخذ إناء أكوي يقول لك بص زي ما نتغيرت على بر أجواء النعمة أنا هعمل فيك حاجتين أي حاجة جديدة رب عايز يعملها في الإناء بتاعك بيعملها في أجواء النعمة أي تشكيل أي تجديد أي معاملات إلهية أي تشكيلات إلهية أي زقاق أو سكيب أو نعمة أو أي إن كان اللي بيعمله في الإناء بتاعك بيعمله في هذه الأجواء من النعمة أجواء النعمة هي الأجواء اللي ربنا بيشتغل فيها فما فيش لحظة حضرتك بتتاخد بر النعمة عشان أنت تحاول تعمل حاجة أو تتصور ربنا أخذك بر النعمة عشان يعمل فيك حاجة وهو بيتعامل مع إناءنا لتشكلنا وفي بعض الحال يبقى يده موضوع علينا من خلال الكلمة من خلال حضور ربنا من خلال أمور كتير يحس أن ربنا شغال جوايا في حطة عميقة قوي في أعمق هذه اللحظات بيبقى في أجواء النعمة عامل أتموسفير من النعمة وبيشتغل جواه عمره ما بياخدج بر النعمة عشان أهما بقى زمن نعمة بقى زمن حاجة تانية بقى زمن تشكيل أو بقى زمن إعداد أو بقى زمن كل ده كل إن كان تشكيل أو إعداد تقوية أو أي إن كان بيحصل في هذا الجو في هذه الأجواء والذين يتركون نعمتهم بيرعونا أباطي الكاذبة والذين يرعونا أباطي الكاذبة بيتركون نعمتهم فمحتاج تجدد ذهنك إنه في كل لحظة في أجواء النعمة هو مكانك لأن أجواء النعمة هي أجواء آبا وبنته آبا وابنه تزداد النعمة جدا نحوم آية كمان نحوم واحد حقر آية ستة وحقر آية ثمانية مش لأنني مش عايز آية سبعة الحقيقة أنني عايز آية سبعة سحقر آية ستة من يقف أمام سخته من يقوم في حموه غضبه غيزه ينسكب كالنار السخور تنهدم منه آية ثمانية بتوفان عابر يصنع هلاكا تاما أعداءه يتبعهم ظلام ما بين ستة وثمانية دايما بيجي إيه براف دايما بيجي سبعة وسبعة غريب جدا ما بين ستة وثمانية ستة سخته حموه غضبه تمانية توفان وهلاكتان في الوسط سبعة صالح هو الرب غريبة جدا صالح هو الرب حسن هو يعرف المتوكلين عليه غريبة جدا مش غريبة طبعا بس جميلة إنه 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 فيه بالمناسبة ستة وتمانية لأرواح الشر سبعة تمقنينة في وسط اللي بيحصل مع أرواح الشر تمقنينة البنت الرب والابن الرب إن حبيبي أنت صالح هو الرب في أزمنة التوفان في أزمنة الصخت في أزمنة حموه الغضب في أزمنة الهلك التام لولاد الرب صالح هو الرب ملكمش نفس باين بس أنا أعز أقوله إنه ببساطة إنه أيا كان اللي بيحصل حواليك هو ما بيتغيرش إبوته هي هي ووقوفك في مكان الإبوة ووقوفك في مكان النعمة واللي بيحصل في هذا الوقت هو صالح هو الرب حافظ العهد هو يعرف المتوكلين عليه اللي بيقف نعمة 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 قدام الرب بيقف في المكان أيا كان حموه الغضب صخت ينسكب كالنار غيظ طوفان عابر عابر هلاك تهم وصالح هو الرب ليه لأنه كل حاجة حوالينا كل حاجة في ظروفنا في أيامنا بتقوم زقامة برا النعمة كل حاجة الجسد ما بيعرق بصوا صدقني 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 تقولي أنا بستمتع بالنعمة جدا أنا بستمتع بالنعمة جدا أقولك بس أول ما تدي فرصة للجسد إنه يبص يفكر يقلق يخطط يشتغل الجسد طوال يقوم وقتك لو سكته يسترسب يوم ورا يوم كده وياختك برا الحتة بتاعت النعمة دي بتاعت كل ما لأبي هو لي وإن لي نعمة باسمي من قلب الآب وقوم ساكن مستريح مستقبل ومتحرك بهذه النعمة الجسد ما بيعرفش يعملها لأن الديناميكية بتاعته ما بتشتغلش كده المبادئ بتاعت الجسد ما بتشتغلش كده فهو الجسد من مملكة أخرى الجسد تراب الروح من مملكة أخرى نفخ الراب انت مملكتين مجتمعين في بعض انت ترابي جسدي أرضي بس انت في نفس الوقت روحي سماوي مملود من فوق فانت وأنا مملكتين مع بعض مملكة أرضية ومملكة سماوية جات سكنت فيك لما سلمت حياتك للرب والاتنين بقوا موجودين مع بعض لأن حضرتك انت رجل آية انت إعلان الرب السماوي الذي يملك على الأرض رجل آية ولأنك مكون من مملكتين والمملكتين دولا أصلا متعرضين ده اللي كان بيقوله الروح بيقوله الروح ضد الجسد والجسد ضد الروح مملكتين متعرضين لأن الجسد لا يستطيع هو مش من فوق واللي من فوق ده هو من فوق هو مش من هنا وأول ما بتسيب نفسك للنظر للأحداث للظروف للحياة اليومية وتخلي ده يفكر ده ده بيفكر الروح بيفكر الروح بيختار الروح بيشعر الروح بيشاء بيقسم كما يشاء الروح عنده مشيئة وعنده أفكار من جهتكم وعنده مشاعر وعنده قصد وعنده قوة فده بيفكر بس ده كمان بيفكر الجسد بيفكر والمبادئ بتاعت هذا الجسد لأنه مش من فوق ما بيعرفش ما بيقدرش غير أنه يشتغل في حتة برا النعمة دي قيمه النهاردة احنا نحكي في غلطية حراركم آية بمناسبة لحنا بنقوله ده غلطية الربعة غلطية رسالة صغيرة هنخلصها النهاردة غلطية سلاء صغيرة جدا ووضحة جدا محددة جدا لذيذة جدا قوية جدا بسيطة جدا اربعة واحد وعشرين قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت النموس ألستم تسمعون النموس أنه مكتوب كان لإبراهيم ابنان واحد من جاريا وآخر من حرة الذي منها الجارية ولد حسب الجسد تقدر تاخد أنت الولدين دولة عندك لأن أنت وأنا عندنا حاجة مولودة حسب الجسد اسمها جسدنا الذي من الجارية ولد حسب الجسد الذي من الحرة بالموعد بالإيمان فإنت إنسانك الروحي اتخلق جواك بسبب إيمانك في سوع المسيح فتح قلبك لهذا الملكوت الآخر أن يأتي في ابن الجارية اللي اسمه الجسد فابن الجارية اللي اسمه الجسد ده من هنا وابن الموعد اللي بالإيمان هو الروح القدس اللي بيأتي عشان يعطيك الموعد ويسكن ويسكن مع بعض ابن الجارية وابن الحر بس مين بتدينه السلطان مين بيملك بتعيش على أنهي لفل على لفل الجارية ولا لفل الحر كل ذلك رمز عدى 24 هتين هما العهدان إحداهما من جبل سيناء الوالد العبودية الذي هو هاجر هاجر جبل سيناء في العربية لكنه يقابل أرشليم الحاضرة أما عدى 26 أرشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حر مكتوب إفرحي أتوى العاقر التي لم تلت قوانين مش منطقية ليه بحسب الجسد العاقر لا تفرح لكن بحسب المولود من فوق حسب ابن الموعد ابن الحرة إفرحي أتوى العاقر التي لم تلت اهتفي واصرخي التي لا تتمخط فإن أولاد المحيشة أكثر من التي لها زوج أما نحن أيها الإخوة نظير إصحاق أولاد الموعد كما كان حينئذ الذي يولد حسب الجسد يتطهد الذي حسب الروح هكذا الآن أيضا ماذا يقول الكتاب اطرد الجارية وابنها يعني ما تخليش الجسد وولاده أفكاره ألأه همه من منكم إذا اهتم ما حدش بيهتم يعني الهم حاجة كان فيه ترميمة زمان نعم أول قصة أطرد الجارية وابنها كل نتائج الجسد لأنه لا يرس ابن الجارية مع ابن الحرة إذن أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد حرة إيه القصة ليه ليه ما كانوش ينفعهم يحيشوا مع بعض ليه لأن اسماعيل ما يعرفش ما ينفعش المبادئ بتاعته القيم بتاعته الديناميكية الداخلية بتاعته ما ينفعش تطلع نعمة ما ينفعش فما كانش ينفع ديناميكيتين مختلفتين إنه الجسد يحاول يطلع نعمة ما بينفعش يشتغل لازم الروح هو اللي يشتغل ولازم تبقى أنت واقف في الحتة دي اللي اسمها روحية قدام آبا الآب عشان قوانين النعمة تشتغل فتقدر فتفرح فتنتصر فتحرك اللي أنت مش قادر عليه فتقدر ليه لأن الروح يستطيع أما الجسد فضعيف الروح نشيد أما الجسد فضعيف حد فهم حاجة ولا بصوا الكلام ده كلام عملي كلام يمكن يمكن فهمه ما تحطش قدامك بالطريقة دي لكن فهمه أنت أنا مصدق كثير هنا فهمينه بس في نفس الوقت بحتاج تدرك إنه حقيقي جدا دي دي مبادئ الحياة بتعيش إزاي مملكتين موجودين الجسد بتاعك ترابي من هنا الروح بتاعتك سماوية مش من هنا و دولة مبادئ مختلفة وأي حاجة ربنا عايز يعملها في حياتك في روحك في نفسك في جسدك بتتحط من خلال وجود كل ده في أجواء النعمة اللي ما ينفعش ده الجسد يدخلك فيها لأنه ما بيعرفش مفيش حل غير أن الروح يدخلك في أجواء النعمة بإدراك الإبوة والعهد والبنوة والنصالح و من خلال ده كل حاجة في حياتك بتتقسم روح ونفسك جسد عشان كده في صح ثلاثة بوليس قال لهم كده أيها الغلاطيون الأغبياء من رقاكم مين ضحك عليكم مين زقكم في حتة مش من ثبوتة ناس كثيرة بتدايق نحن بنخك عن نعمة كثير مش انتو طبعا لا مش انتو فعلا الناس كثيرة بتدايق ان احنا زي ما يكون حتى لما بنحكي عن مخافة الرب الجو وكده مليان نعمة ايخ نعمة و انتو بتحكوا بس صدقوني انا بقعد مع ناس يعني بعلقوا كلمة مهزبة جدا غلط يا واحد بيقول حاجة قوية وده بيبقى دايما ردي بصوا غلط يا ست اصحات بتقسمين اتنينات يعني اتنين 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 واول اتنين ببساطة بولس بيقول ان انجيل النعمة له مصدقية عالية جدا بل بالعكس هو بيقول ان اي حاجة مش نعمة فهي مش يسوع اي بسوا الكلام صعب اني اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا من الذي دعاكم بنعمة المسيح اني اتعجب انكم تنتقلون سريعا من الذي دعاكم بنعمة المسيح تنتقلون الى ايه يعني يعني نعمة المسيح دي يمة واي يمة تانية اي حاجة تاني اسمها ايه انجيل اخر طيب لو بتقول اه ليس هو اخر هخش بقى في حتة كده في اللغة اخر دي غير اخر دي في اليونانية تنتقلون الى انجيل اخر اخر دي حاجة غريبة يعني الى انجيل غريب في اليوناني الايا السبعة ليس هو اخر اخر دي كلمة تانية لا تقول حاجة غريبة تقول حاجة زيها خلي ارى لك الاية بحسب اليوناني تنتقلون الى انجيل غريب اني اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا من انجيل نعمة المسيح الى انجيل غريب ليس هو زيه ليس هو مثله غير انهم يوجد قوم يزعجون ويريدون ان يحولوا انجيل المسيح ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن ايه انا ثيما يعني منعونا اه موضوع كده الاب جاد انجيل نعمة وعلي هم التانية ايه انجيل اخر وبوليس مسكتشو قال ده انجيل اخر قال لك ده اللي بيشتغل في الانجيل الاخر ده اللي يكون الاناثيما احد تفهم حيات وبالتالي كل شغ ربنا فيه مصدقية الانجيل رب وهو ده اللي بوليس بعمله في اول الصحين لان كان في حاجة مضادة لبوليس بتضاد جدا انجيل النعمة اللي هو بيتحرك فيه وبوليس بيقول ان فيه مصدقية يعني اول صحين هو بيدافع عن الانجيل عشان كده بادي بهذا الكلام اني اتعجب انكم تنتقلون سريعا عن انجيل النعمة الى انجيل غريب هو مفيش هو مش زي الانجيل بتاع يسوع هو انجيل بياخدك لحتة تاني خارص لانه ما بينفعش ما بيشتغلش ما ينفعش ويقولك اللي بيشتغل في انجيل اخر ده اللي يكن انا فيهم ببساطة حرغة كل حاجة رب يعمل ها في حياتك يتم تحرك في اجواء النعمة فتوقلي محتاجين سلطان نعم وقف في اجواء النعمة استقبل السلطان محتاجين حكم وقف في اجواء النعمة استقبل حكم توقلي محتاج معاجزة وقف احداث وفي الصحة وقف اجواء النعمة واستقبل اللي انت محتاجه لانه مفيش حاجة ربنا بيعملها الا في اجواء النعمة لان انجيل ربنا يسوع المسيح اسمه انجيل نعمة المسيح واي حاجة تانية هو انجيل اخر ببساطة وبوليس قال قال انا استقبلته مباشرة واطلعت ومحدش يعني محدش لعب فيه مخدتش الوعظة دي من حد وقلتها ده اللي بيقوله في الصحة واحد وصحة اتنين مخدتش وعظة من حد او سمعت حد بيعلم تعليم زي كده وبقلده قال انا استقبلته مباشرة واطلعت الصحرة ثلاث سنين واستقبلته مباشرة محدش من الرسل مسمعتش وعظة على سي دي لبطرس وخدتها وسرقتها قال انا كله استقبلت ولما حبيت اعمل تشيك على انا بقوله رحت عدت مع بطرس خمستاشر يوم وعملت تشيك على انا بعمله قبلت بطرس وقبلت يحقوب ولما قعدت معهم اعملت شك فلانا بقوله وقالوا اوكي فهم مؤثروش على الانجيل اللي بيتحرك في سين بل بالعكس هم ايدوه هم موافقين عليه هم بيقولوا نعم هو ده انجيل يسوع المسيح ده اللي حاصر في صحة واحد وصحة اتنين ان بوليس مجرد يقول ان فيه مصدقية لانجيل النعمة دعاكم انجيل دعاكم بنعمة المسيح عشان كده فيه اخر صحة اتنين بالسوقات مشهورة قوي وتبان كأنها مش او بتستخدم بتتاخد برا السياق بتاعها عشان تستخدم في مجهود الجسد برغم انك لما تقراها وبوليس عمال بيحكي من الصحة الاولين والصحة اتنين في الجزء ده الاول الصحين بيحكي فقط عن انه هو ده وبراء ما ينفعش اي حاجة تاني وده مليان مصدقية انا ما سمعتوش من حد انا خدته مباشرة من رب والرسل اللي في قرشليم ايده نعم هو ده انجيل يسوع المسيح فعدد عشرين قايت مشهورة قوي مع المسيح ايه بتستخدم ازاي النهاردة خدت الجسد بتاعي فاهمين فاهمين عايزة اقول ايه ولا كمل يعني مع المسيح يعني حاجة انا بعملها حاجة انا بعملها بالجسد حاجة انا بعملها بيه مع المسيح سولي خلي بالك اكمل طيب فاحيال انا بالمسيح ما احياه الان في الجسد انما احياه في الايمان ايمان ابن الله الذي احبني واسلم نفسه لاجلي لست ابتل نعمة الله ان كان بالنموس بر المسيح اذا مات بلا سبب ببساطة بوليس بيقول ايه بيقول انها نعمة فاحسن حاجة ليا ان احيا لا انا ان يقول انا انا الجسد ده اللي جاي من هنا ده مش عايزه يشتغل احيا لا انا مع المسيح ده صلب عشان اللي جاي من فوق يحيا فيا مع المسيح صلب فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا ما احياه الان في الجسد احياه في الايمان لان ابن الموعد احياه في الايمان الايمان ابن الله الذي حباني واسلم نفسه لاجلي بسو بوليس بيقول لنا في غلطية تلت كلمات عشان ده يعيش الروح او مش ده يعيش يعني ايه الايمان نعمة نعمة روح مربوطين بيقدم ببعض الايمان والنعمة والروح دولة كبشة كنوم مع بعض ليه عايز تبقى في الروح ايمان نعمة عايز تخش لديه اللي انت تقول اذا انا قلتلك في الروح تستقبل نعمة عايز 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 تكون في الروح عشان تخش قدام ابا الاب وتقوله انت صالح تستقبل كل حاجة ايمان بالنعمة بيدخلك في الروح وفي الروح ابا الاب بتخليك تحصد كل حاجة فبولس بيقول انا محتاجة عيش في في ده اللي مش من هنا مش عيش في ابن الجرية اللي من هنا فاحسن حاجة اقول لده من فضلك كفاية شغل ما تشتغلش انا بطرد ابن الجسد وكل ولاد الجسد كل تأثيرات الجسد كل نتائج الجسد عشان هو يحيا اللي جاي من فوق ده يحيا فيه فما احياه الآن احياه بالايمان اللي بيطلق هذا الروح في حياتي عشان هو يعيش فهو اللي يحيا لا انا فهمتوا اللي اخبطتكم الحياة في الروح او الحياة صلبت مع المسيح مش حياة ان انا انا ب اقرأ لك اية تانية على الموضوع ده طيب عدد اربعشي من غلطي الخمسة الذين هم للمسيح الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الاهواء مش اهوات قدامك حاجة من اتنين اما تجيب جسدك وتصلبه يا اما تخلي جسدك يهده عشان يموت في مسحة في الروح القدس ما هي مسحة تكفين بتخلي الجسد ده ما يتحركش اوكي عشان اوضحالك حديك مثلا عمرك في مرة كنت في الروح ووجهت موقف كنت دايما بتقع فيه لكن وانت في الروح ما كنتش حس بولا حاجة من قوة الضغف اللي انت دايما كنت بتحس بيه وانت في الجسد ها دي مثال دايما في مواقف معانا مثلا بتجذب بس عمرك في موقف في الروح او بتهول او بتزوج في الكلام عمرك في موقف في الروح لقيت نفسك لا عمرك في موقف في الروح دايما بتنفعل بس عمرك في موقف في الروح كل حاجة حواليك تخليك تنفعل وانت في بطنك بطيخة سيفي ده ايه انت في اللحظة دي صلابة الجسد انا ما عامش حاجة انا ما صلابتش الجسد لا في لحظة دي الروح بيوريك ازاي تصل بالجسد ازاي الجسد ما يطلعش بم ما يطلعش النفس ما يطلعش ابن ما يطلعش النتيجة أولاد الجدية وأولادها ما يطلعش حس ما يطلعش صوت ما يطلعش ولا حاجة ممكن الجسد ما يطلعش ولا حاجة يس وانت وانت وإحنا كلنا اختبرنا الاختبار ده ده مش اختبار غريب بس ده ربنا بيخليك تختبره عشان تعرف ان ده ليك أول ما بتعمل ايه أول ما بتدرك انه جسدي ده أنا مدرك انه مملكتين عايشين مع بعض بس أنا عايز المملكة اللي جاية من فوق اللي مش من هنا لانه لو عيشت بالمملكة اللي هنا تراب مليئنا التراب مليئنا خوف مليئنا هزيمة لكن المملكة اللي جاية من فوق مختلفة خالص فأنا عايز عيش دي فأنا بخالي ده ايه الروح يسود بتحرق والإيمان بالنعمة بينفاتح الروح الإيمان في النعمة بينفاتح الروح أول ما فتحت الروح بتأتي الهيمنة دي بتلبس من فوق لازم اعتمدتوا المسيح قد لبستوا من المسيح غلاط يا برضو قد لبستوا من المسيح لما بتلبس من فوق قوة من الأعلى تلبسون قوة من الأعلى لبس روح الرب جدعون في حاجة بتنسكب عليه كده أحيا لا أنا بل هو يحيا إيمان بالنعمة تلبس من فوق لما تلبس من فوق ده ما بيطلعش حاس ما بيعرفش يتلحس وعشان كده يسوع قال لهم بسوا بسوا تقدروا ليه الروح نشيط الجسد ضعيف فتقدروا خلني أرجع لك مرة تاني لغلاطية ثلاثة بس غلاطية بيقعد يقارن ما بين الروح والجسد ما بين الإيمان والأعمال ما بين النموس والنعمة ما بين إبراهيم وموسى عهد إبراهيم وعهد موسى مليان مقارنات مليان جدول كده جنب بعض عكس بعض عشان يقولهم ده إنجيل آخر ده إنجيل آخر بصوا عدد اتنين أريد أن أتعلم منكم هذا فقط بأعمال النموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان كذا أنتم أغبياء بعدما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد خلي بالك هو بيعمل إيه أعمال نموس وخبر إيمان عشان إيه تاخد الروح فالإيمان بيطلق الروح هكذا أنتم أغبياء بعدما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد عد أربعة هذا المقدار احتملتم عبثا إن كان عبثا الذي يمنحكم الروح ويعمل قوات فيكم أبأعمال النموس أم بخبر الإيمان كما آمن إبراهيم بالله فحسب له بلا ببساطة لو أول صاحين بولث بيحكي عن مصدقية إنجيل النعمة فتاني صاحين بيحكي عن قوة أو سلطان إنجيل النعمة فببساطة بيقول لك كده لو تحركت في إنجيل النعمة أنت بتحرك في حتة أعلى من أي سلطان آخر يعني لو نهارده بنبسط على غلطي بس هي أنا مبسوط إن غلطي النهارده لأنه جوايا الرسالة دي أي حاجة بتحصل حواليك أي حاجة أنت محتاجها في شغلك في ظروفك في مواجهاتك في الدبان العمال بترمي من الظروف والأحداث على نفسياتنا وعلى أفكارنا وعلى مشاعر وعلى بيوت في كل حاجة أنت المكان بتاعك اللي هو براه يبقى إنجيل آخر هو مكان النعمة إيمان بالنعمة بيطلق الروح القدس بيفتح إمكانيات آبا لآب الصالح على ابنه كاميراس وما تخرجش من المكان ده ده مش زمن بطلنا في الحتة دي ده هو ده الزمن هو عايز يعمل فيك حاجة بيعملها في الحتة دي بيعملها في الحتة دي بيعملها في حتة النعمة عشان كده عدد 13 المسيح افتدانا آيات مشهورة قوي بقى ماذا فيس؟ ما شكرا؟ المسيح افتدانا من لوحة النموس هنا القصة تحت الموت هو إمتى افتدانا من لوحة نموس؟ فنشاط الجسد هو افتدانا من الجسد وأولاده وهي لعنة النموس نتائج الجسد أعمال الجسد الظاهرة اللي هو حيقولها بعد شوية في غلطة فأعمال الجسد هي الجرية وولدها جاريا وابنها الجسد ونفيجه وده اللي عمل لعنة بسبب النموس النموس مش وحش لكن النموس بيقول ان الجاريا وولدها ما بيطلعوش حاجة كويسة فبيطلعوا لعنة حلو قوي المسيح افتدانا امتى في الصليب مات فبولز بيقول اوكي واحنا كمان احسن حاجة لينا اني صلبت مع المسيح الذين هون في المسيح قد صلبوا الجسد احسن حاجة بحطك للزيرو بوصلك للزيرو عشان الروح يعيش فالمسيح افتدانا يقول لي فيه لعنة للنموس وقالك حلو او الحتة دي كلها بتخرس في حتة النعمة فوقوفك في الحتة لا انا بل هو يحيا فيه شفاء الداخلي بيخرس في نفس الحتة دي في نفس الحتة دي لا انا بل المسيح يحيا فيه شفاء النفس بيخرس في الحتة دي لا انا بقى المسيح ياحي فيه اطلاق الخدمة بيحصل في الحتة دي انتصاراتك لاستخدامات غير عادية في الشغل تحب تتعامل مع الناس اللي في الشغل ومع ظروف شغلك بانت بالجسد بالتراب حتى تتعامل معهم في نفس المستوى هم تراب وانت تراب ولا تحب ان اللي مش من هنا هو اللي تعامل معهم لو عايز اللي مش من هنا هو اللي تعامل معهم خل اللي من هنا فيك قبل ما تنزل الشهر أحد فهم حاجة لأنه لو هو تراب وبتعامل مع اللي فيك اللي هو مش من هنا السماوي الروحي المولود من فوق اللي جاي بسبب إيمانك بالنعمة ابن الموعد ابن الحرة أرشليم العليا الملكوت اللي مش من هنا المواجهة محسومة معروف مين هيكسب لو التراب قبل ده فأحسن حاجة لي وليك إن أقول مع المسيح السلفت أنا بصت بالجسد مع الأهواء وشهوات لي ده 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 الجرية وابنها الجرية وابنها ده خوف الجرية وابنها ده قلق الجرية وابنها ده هم الجرية وابنها ده ده اللي بفتحة بكابرت اللعنة افتدانا من لعنة النموس ده اللي فتحة طيار بتاع مواريس الجسد من هم من خوف حاجات بتدور المشين المكنة التروس بتاعت الجسد شغالة والديناميكية بتاعتها عمرها ما بتوصلها للنعمة على الجانب الآخر الديناميكية اللي جاي من فوق دائما ملقانا نعمة ولو أنا مليان خطية تزداد جدا مش بس التزداد تزداد جدا حد فهم حاجة ناس كتيرة بيبقى حاسة انه هو اوكي انا طالع فيه طلعة ده اللي غلطين فيه طلعة روحية فيه حاجة حلوة فيه حاجة شغالة ويقوم مشغل لو جاز التعبير الاول بتاع العربية وتصور ان التاني والتالت والرابع بتاع تروس العربية مسؤوليته هو بلو طلعت الاول بزيت والتاني من غير زيت العربية تحرق وده اللي قال لهم أنا عايز بعدما تدقتم بالروح طلعت الاول بالروح تطلع التاني بالجسد واللزيز اللزيز دي جملة دي مش ليكم بس اللزيز للاخوتنا اللي بيحبونا انه انه يقول اي انجيل اخر هو انجيل أناثيمة ببساطة هو اناثيمة يعني اناثيمة يعني ايه لعنة والمسيح بتدنا من ايه بايه بالنعمة اوكي الجسد اللي ما بيقدرش يتحرك اصلا او يوصلك للنعمة او قوانين الروح اللي بتوصلك للنعمة وبتوصلك لمواريس مين اللي بيشتغل فبيحكي انه قوانين النعمة اقوى جدا من اي قوانين في الجسد وعيث ان تسل في ايه حاجة في الارض احرق قوانين النعمة على حياتك بس كن في الروح كن في النعمة الذين يترقون الذين يرعون البطيل كذب ويترقون نعمتهم غلطية ثلاثة تسعة عشرين ان كنتم للمسيح فأنتم اذا نسل ابراهيم وحسب الموعد ايه وردة يعني ببساطة عشان كده يعني مش خلق فئات كتير ببساطة عشان كده قالك ده نسل ابراهيم مش انسال ابراهيم هو مفرد لان القصة كلها في المسيح يسوع اذا ان كنتم في المسيح يسوع فانتم اذا نسل مش انسال نسل ابراهيم وحسب الموعد ورثة اذا برجعك لحتة وباركة تكون باركة فيك تتبارك جميع قبل الارض برجعك لحتة متبصش جوه الخيمة ارفع عنيك وعد نجوم السماء هكذا يكون ميراثك هكذا مقدار اللعود انه وعدك بيه هكذا مقدار المذخر ليك في السماويات هكذا يفضل في السماويات لك عشان تميد يدك وتاخده وتتحرك به في الارض ان كنت للمسيح يسوع فاذا انت نسل ابراهيم وحسب الموعد وارث حبالي وقعت في النهماء الميراث حسن عندي دي نعمة واللي خليها النعمة النعمة دي بقت بتاعتك ليه؟ لأنها بقت ميراث هي مش بتاعتك في حد ذاتك لأنك أنا أستاهل هي بقت بتاعتي لأنها بتاعت أبويا هي جاية من آبا الآب جاية من وقوفي في الحتة إيمان بنوة نعمة روح آبا الآب ميراث إن كنتم للمسيح فإذا نسل إبراهيم وحسب الموعد ورث فبدخلك في كل إمكانيات الموعد بتاع إبراهيم وباركك تكون بركة فيك تتبارك جميع قبائل الأرض عد نجوم السماء إن استطعت أن تعدها هكذا عهود الرب حد أربعة إنما أقول مدام الوالد قاصر إيه عرفين آية مدام الوالد قاصر لا يفرق شيئا عن العبد مع كونه صاحب الجميع ببساطة المعنى اللي بوليس بيقوله لو أنت مش مدرك ده بتعيش في الجارية برغم أنك مع كونك صاحب الجميع ابن وارث بالنعمة ومناطر فجأة ويقولك عشان كده جاء يسوع في ملء الزمان موروضا من امرأة تحت النموس عشان يفتدينا من النموس عدد خمسة اللي يفتدي لذينا تحت النموس لنال التبني أتاري اللي بيختم اللي بيكسر قصة إن الوارث قاصر وبيبقى في حالة عبودية الوارث قاصر اللي بيفرق ده إن اجتنال الروح الذي روح التبني بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا آبا الآب إذن لستوا بعد عبدا بل ابنا إن كنتوا ابنا فوارث لله بالمسيح ببساطة اللي بيكسر الحالة بتاعت إني إني بحاول و برغم إني وارث عايش كعبد إنه الجسد عمرك ما يعرف يوصلك للبنوة والمراس والنعمة تخش في الروح تقف قدام الرب لنهال التبني بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا آبا الآب بلنك تقوم داخل إيمان نعمة وقفة إبوة بنوة روح مراس ده اللي بيخليك في الروح لأن البعض بيقول لي نادة دول جومة يعني عمليا قول لي يعني عمليا يبقى في الروح حلوة أو إيمان بالنعمة بيدخلك قدام آبا بيسكب روح التبني بيقوم ساكب روح القدس اللي بيفتح مواريث الرب فيسكب على حياتك فتحول من عبد إلى ابن ومن إلى ابن وارث ابن وارث وده الحتة في النعمة تقول لي زروه البلد أخبار البلد إيه إيه آخر نبوه عن البلد كون في النعمة أنا أعايز صلوات أصليها على شأن البلد أقول لك انتظرنا الحلقة الجاية في المؤتمر بس ببساطة أي حاجة ربعا عايز يعملها هيعملها في جو من النعمة أنا حريص أنا شايف خدام شايف ظروف شايف مؤمنين برغم من السكيب النعمة اللي انسكب عليهم زي غلطية لما بيمر بأحداث والبلد والظروف أمدخلوا على الجسد اللي بيحاول يعيش بيحاول يفكر من منكم إذا ثام ديناميكيات الجسد عمرها ما بتوصلك للنعمة ما بيقدرش ما بينفعش ما بيعرفش يخش ده الجالية وابنها ما ينفعش غير أنك تترده صلبوا الجسد عشان ابن الحرة ابن الموعد قرشريم العليا اللي منش من هنا هو اللي يعيش وده بيعرف يعيش في النعمة ومن ده في أجواء النعمة كل حاجة بتنسكب علي حياتك فعمرنا ما بنتخرج من المحبة عمرنا ما بنتخرج من النعمة مش حد بيجبر على دي وفي أجواء دي كل حاجة بتحصل انتوا رسك ويسين لدرجة ان بولس بيقول آية مشهورة أوي ما عرفش عرفها أرى لك آية تانية عشان ما ننتهاش يعني عدى التسعة أما الآن إذا عرفتم الله بل بالحال عرفتم من الله فكيف ترجعون أيضا إلى أركان الضعيفة الفقيرة تريدون أن تستعبدوا لها من جديد لما أنا عرفت الرحب اللي في الروح لما أنا دقت أني في أوقات أنا دايما ببقى منفعل وبحسر رد الفعل لي بس وانا في الروح كنت في ملء السلام فلما دقت الحتة دي إذا أرجع تاني أركان الضعيفة تحفظونا ويحكي بعنا حاجات النموس تحفظونا أياما شهورا أو قاطعا وسنين ونعطي الرأي للآية الحلوة عدد 19 يا أولادي الذين أتمخد بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم أيضا دي برضو كلمة من الكلمات اللي مش بترجمة بدقة في العربي أيضا دي مرة أخرى كلمة معناها مرة أخرى فالآية تقول يا أولادي لذين أتمخد بكم مرة أخرى إلى أن يتصور المسيح فيكم يعني أتمخدت بكم عشان تتولدوا في المسيح بس أنا أتمخد فيكم عشان المسيح يتصور فيكم أقولها تاني أنا أتمخدت بكم عشان تتولدوا في المسيح بس أنا أتمخد بكم تاني عشان المسيح يتصور فيكم لأنكم بعد ما تدقتم بالروح النعمة صورت أنكم كبرتوا عليها فدخلتوا في حتة مثل أخبطة فأنا أتمخد بكم مرة تاني عشان المسيح تصور فيكم بالنعمة عشان كده ابتدى بيقول كده لو أنتم عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله لحسن تقولوا إحنا عرفنا الله بل الحقيقة أنتم عرفتم من الله انتم مش مش شكعين أنا مش شكع بصوا خنختم صح خمسة صح ستة أنا بختم خمسة وستة فلو قلنا أول صحيحين هو مصداقية إنجيل النعمة ثاني صحيحين هو سلطان أو علو أو تسامي إنجيل النعمة الثالث صحيحين هو خمسة وستة هو القوى العملية بتاعت إنجيل النعمة الحرية والانتصار والخدمة والمحبة كل حاجة ففيها البقى صحيح خمسة إحنا قلنا فيه آيات بقى عدد ستتاشرة أرى لكم آية أسلكوا بالروح فلن تكملوا شقهوة الجسد الجسد ضد الروح والروح ضد الجسد هزاني قواما أحدهم الآخر هتفعلون ما لا تريدون أعمال الجسد ظاهرة جيل جارية وابنها أما سمر الروح 22 محبة فرح سلام طول أنا لطف صلاح إيمان ودهع تعفف ضد أمثال هذه اللي جاي من فوق ده ضده مفيش نموذ يعني ده أقوى من أي نموذ يعني قانون لعنة موت ضد يقف قدام سمر الروح ما يعرفش يقف ضد أمثال هذه مفيش نموذ ليس نموذ آخر حاجة أولا لشان قرر من قعدة 14 في صح 6 ونختم صلي أما من جهتي حاشة لي أنا أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي فيه صلب العالم لي وأنا العالم الملكوت اللي من هنا صلب العالم لي وأنا العالم لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيء ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة اللي جاي من فوق مملكتين فالختان ده في الجسد فبينرهم الختان ده ما بيعملش حاجة ولا حاجة اللي بينفع هو اللي جاي من فوق فكل اللي يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحم عدد سبعتاشر عدد غريب شوية فيما بعد لا يجلب أحد علي أتعابا لأن يحامل في جسدي سمات الرب يسوع حلوة الآية بتتفهم غلط في بعض برضو الآية دي لو اتخذتها ببرة غلطية هتفهمها لوحدها في حاجة تانية خالص بولي السرسول بيقولي ايه لا يجلب أحد علي لا يجلب فيما بعد لا يجلب علي أحد أتعابا أتعابا دي متكرر في كتاب مؤد في غلطية كتير بيحكي عن كل ناس كانوا بيكرزوا بإنجيل يسوع المسيح بلس أعمال جسد يعني ضيفين على إنجيل النعمة عملينه زائد مش كفاية زائد لازم مش لازم مش عارف كيف لازم ايه لازم ايه ضيفين على إنجيل النعمة حاجة فقال عليه ده إنجيل اخر فالدول بيتعبوكم ففي عدد السبعة عشر يقولك فيما بعد لا يجلب أحد علي أتعابا ليه لأن يحامل في جسدي سمات الرب يسوع السمات دي كلمة خاصة بتوسكر في هذا الوقت تاريخيا بتحط على حاجتين بتحط سمة في هذا الوقت سمة أو وشم أو علامة بيتحط على اتنين العبيد والجنود العبيد والجنود وبولس بيقول محدش يوجع دماغي لو جاز التعبين محدش يتعبني لا يجلب أحد علي فيما بعد أتعابا ليه لأن يحامل وشم في جسدي وشم يسوع المسيح اللي بيقول أنا عبد اليسوع المسيح أنا ملكية خاصة الجسدي أنا مش أحيا لا أنا المسيحي أحيا فيي صلبت مع المسيح فأحيا لا أنا فعلي وشم عبودية وعلي وشم جندية وعلي وشم أن أنا لأني ملكه فأنا جندي لأني ملكه فأنا بتاعه فأنا واقف هنا في الروح والروح نشيد جدا عشان كده أنا في حتة واسعة قوي فأنا علي سمة علي وشم علي العلامة اللي بتتحط على ابن الرب وبنت الرب أنه عبد مش عايش ملكي نفسه بس في ده السلوقت الجندي عايش في مملكة منتصرة طول الوقت لأني أنا مش ملكي نفسي فأنا مش من هنا الوقت ده محتاج تدرك قوي كلمة إن مملكتك مش من هنا فما تبصش على هنا وتقلق بس في نفس الوقت مملكتك مش من هنا دي بتقولك إن مملكتك اللي مش من هنا عندها سلطان إنها تؤثر تعيشك وتؤثر على هنا بطريقة مختلفة جدا فعمر ما قلبك على هنا لأن أنت مملكتك مش من هنا عمر ما خوفك على هنا لأن أنت أصلا مملكتك مش من هنا بس اللي بينسكب عليك بتديك سلطان حياء يملكونا في الحياة بالواحد يسوع المسيح ففيه سمة سمة عبودية أنا مش ملكي نفسي أنا مش من هنا بس في نفس الوقت في سمة جندية في حاجة حقيقة بتحفز بتطلق بتشتغل بتعلن بتمسح بتجعلك مؤثر سمة جندية فلا يجلب أحد علي أتحابا لأن يحامل في جسدي سمات الرب يسوع نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم قصة كلها بولس بيحكي عن نعمة يقول أي حاجة تانية إنجيل آخر ممكن الآيات دي تتاخذ من الوسط وتستخدم أنا يا ما سمعت عن سمات الرب يسوع في جسد بولس دي والقصة كلها قصة كلها راهها في سياق كل غلاطية غلاطية يقول الجسد ده الختان ده ما هو هو بيقرر أعرفين بيقرر إيه؟ ما بين ختان الجسد الحاجات في الجسد وبين سمة الرب يسوع وسمة الرب يسوع أنا ملكية وأنا جندي في الملكوت ده هي دي سمة الرب يسوع فبيقرر ما بين الختان وسمة يسوع والختان ده في الجسد فهو مش بيحكي عن سمات في الجسد إنه كان مضروب إنه كان مش عارف إيه وكان إيه لا بيحكي عن سمات اللي حصلة في حياته بالنعمة اللي معلم عليه كعبده كغنزي للرب أمين تانغاملين مصحي ما بأس